وفي عربي بوست ايضا انفجار ذخيرة في قاعدة للجيش الاسرائيلي يدي بحياة جندي ويصيب اخرين كانت في حقيبة احدهم اعلن الجيش الاسرائيلي الاحد الخامس عشر من يناير كانون الثاني الفين وثلاثة وعشرين عن مقتل جندي واصاب الثلاثة اخرين احدهم بجروح خطيرة في انفجار ذخيرة داخل قاعد التدريب شرقي الضفة الغربية حسب ما نقلت وكالة الانضول عن بيان للجيش الاسرائيلي حيث قال الجيش الاسرائيلي في بيان نشره على حسابه على تويتر الاحد ان جنديا اسرائيليا قتل واصيب ثلاثة جنود اخرين نتيجة انفجار ذخيرة في غرفة اقامتهم الليلة او ليلة السبت الاحد بقاعدة الجيش الاسرائيلي في غور الاردن اضاف البيان بدأت الشرطة العسكرية التحقيق في ملابسات الحادث وفي نهاية التحقيق سترفع النتائج الى النيابة العسكرية للنظر فيها وصلت رسالة الى عائلات الجنود من جانبها قالت قناة كان الرسمية ان الحادثة وقع في قاعدة تدريب تابعة للواء كفير احد اكبر الوية سلاح المشال الاسرائيلي كما ذكرت ان تحقيقا اوليا اظهر ان مصدر الانفجار عبارة عن ذخيرة غير منفجرة تم جمعها خلافا للتعليمات في منطقة اطلاق النار خلال تدريب وادخالها الى سكن الجنود حسب المصدر ذاته كان هناك سبعة جنود في الغرب فا وقت الحادث ثم اعلن عن وفاة احدهم على الفور بينما نقل ثلاثة اخرون احدهم مصاب باصابة خطيرة عبر مروحية الى مستشفى في القدس وتل ابيب وفي حادث مشابه ايضا قتل في الثالث من يناير كانون الثاني الجاري الجندي الاسرائيلي باروخ كيبرتا برصاصة اطلقها اخر بطريق الخطأ في معسكر عن توت بالقدس الشرقية ترجمة نانسي قنقر